تتواصل بتنطان الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا بمختلف المراكز المخصصة للتلقيح باستهداف الفئات العمرية التي تفوق 65 سنة إضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية الحمد لله اليوم تستمر الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 بواحد الشكل الذي انتقلنا إلى المرحلة العمرية لأكثر من 65 سنة بدل 75 سنة وتم تعميم اللقاح على الفئة العمرية كلها لعاملين بوزارة الصحة وكذلك العاملين بصفوف الأمامية الحملة تم توسيعها لتستهدف كافة الفئة العمرية للعاملين في الصفوف الأمامية من أطور صحية ونساء ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء وزارة الداخلية وإدارة السجون العملية تأتي بعد إعلان وزارة الصحة عن توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية 65 فما فوق وذلك بعد توصل المغرب بدفعة ثالثة من اللقاح المداد للوباء